أشاد مسؤول الإسماعيلي بالجهد الكبير المبزول من قبل حسن عبد الرب ومدير القرى بالنادي لدعمهم وسندتهم للتعامل مع الملفات الشائكة للإدارة بحلول موضوعية لمصلحة النادي وقال يحل كوم رئيس الإسماعيلي لم أكن أتوقع براعة حسن عبد الرب في التعامل مع المنظومة الإدارية داخل النادي بفكر ناضج يحسب له وأضاف عبد الرب منذ انتهاء الموسم الماضي والتحضير للموسم المقبل يعمل على مدار 24 ساعة بحب وتضحية من أجل ترتيب البيت الداخلي وأشار إلى أن عبد الرب صاحب مبادرة تخفيض عقود اللاعبين الكبيرة ونجح في إقناع بعضهم لخفضها للنصف أمثال الحارس أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي مراعاة للأزمة المادية للنادي وأوضح الكومي أن دور عبد الرب في المفاوضات مع الشركة الرعية جاء إيجابيا حيث شارك برأيه الصائب لتعديل بعض البنود قبل التوقيع عليها كما أكد المهندس يحي الكومي أن حسن عبد الرب أشرف على بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بمفرده لحين التعاقد مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو والأطقم المعاونة له وهذا شيء إيجابي يحسب لأحد أبناء النادي المخلصين ترجمة نانسي قنقر